بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبه من مناسبات وطنية نظمت وزارة الداخلية استعراضا ميدانيا عكس التوجه الأصيل في تعزيز الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني من خلال مشاركة المواطنين والمقيمين احتفالاتهم بهذه المناسبات الوطنية الغالية وفي هذا الاطار قدمت وزارة الداخلية ضمن اداراتها المختلفة استعراضا عسكريا بالمحافظة العاصمة انطلاقا من باب البحرين وصولا الى قلعة الشرطة وذلك بحضور معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة وجمهور غفير من المواطنين والمقيمين وتضمن طابور المشاع عرضا لحركات والتشكيلات العسكرية الذي قدمته شعبة الخيالة وفرقة الهجانة وحرس الشرف والفرق الموسيقية للشرطة التي قدمت مقضوعات موسيقية ذات طابع وطني أصيل اشتركوا في القناة